موسيقى لحوح الدراء الصفراء اكيد هو مش لوحده اللحوح الدراء الصفراء خلط له اكتر من نوع دقيق شوفوه بس جدا لذيذ وهذا نوع من انواع اللحوح اللي انا اعمله وفي انواع تاني ان شاء الله بنعمله مع بعض هذا نوع من انواع اللحوح الرفيعة اللي تكون نحيفة تمام في نوع ثاني يكون سميك وكمان في نوع اخلط فيه اكتر من نوع دقيق هنا عشان نعمل الخلطة عندي كوب من الدقيق الابيض ونص كوب من الدقيق الدراء الصفراء طبعاً لازم تنخلوه أو تصفوه لأنه مرات يكون فيه خشونة كده نحنا الشي ناعم ونسكه من دقيق البر أو الدقيق الأسمر شوفوا كيف أني أجبه من عند المطحنة كيف يكون وأضيف له ملعقتين سكر كبيرة وملعقتين حليب بودر ورشة قبصة كده بسيطة من الملح وعندي كمان ربع ملعقة خميرة أو نحنا نقول رشة خميرة يعني طرف الملعقة الصغيرة أخلط المواد القافة مع بعض الآن بضيف ملعقتين زبادي كبيرة وبضيف كوب من الماء الدافي وأخلط طبعاً اللحوح عشان نعمل معاكم تمام وينضبط أهم حاجة تضبطوا الخلطة خلطة اللحوح مش المكونات هنا شوفوا أخذ مني دايماً أنا لما أعمل كوبين دقيق إش ما كان نوعه يأخذ مني تلات أكواب ماء اليوم أخذ مني كوبين ونص ماء دافي بحراء يعني الماء دافي لأنه القو نحنا عندنا بارد شوفوا وقلس أخلط 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 لازم شوفوا واشوفوا القوام لما أوصل للقوام اللي أنا أشتي عرفتوا القوام أنتم يعني بحاول أني أشرح لكم كيف القوام طبعاً هنا أخذ مني كوبين ونص فقط من الماء بالضبط أخذ مني كوبين ونص شوفوا كيف الخليط الآن شوفوا أما تكملوا بالمخبطة اليدوية بالمخلطة نسموني يعني نحنا نسميها مثلك صراحة في عدن مثلك نسميها هذه المخلطة اليدوية أو أنكم تحطوه بالخلط أو الهان بلندر هذا اللي متوفر معاكم لازم تخلطوه تمام وكل ما طولتو بالخلط كل ما طلع معاكم خليط اللحوح واللحوح حلو شوفوا أنا جلست خمس دقائق أخلطه لما حصلت على هذا القوام شوفوا كيف قوامه يعني قوامه شبه خليط اللبن أو الحقين تعرفوا الحقين نفس كده مش زي خليط الكيك أبدا لازم يكون شوفوا لما تقول أول ما تحطون ملعقات النصبغ شوفوا الملعقات كيف تضغطه فيه ولما تقول كده تخطوه بصبعكم لما يجي السائل شوفوا كيف لما يجي أقلوبه لما يجي ينزل ينزل بهدوء منزلش بسرعة شوفوا زي كيف نفس كده هذا يعني الخليط مضبوط الآن بخليه بغطيه بخليه يرتاح على حسب حرات القو إذا عندي القو بارد أخليه 20 دقيقة إذا يعني الصيف أخليه من 10 إلى 15 دقيقة يكفيه هنا بعد 20 دقيقة عندي ملعقتين صغيرة من البيكنش بودر بخففه شوية بضيف له شوية ماء ليش أضيف ماء لأنه الخليط بعد خليط اللحوح بعد ما يتخمر يتقل شوية وأنه يخففه بقليل بهذه يعني حق ملعقتين كأنه ماء شوفوا كيف يخففه شوية لأنه قد تركه يتقل بعد ما يتخمر وخلص يكون الآن جاهز الآن بحمي الطاوة لازم تحموها تمام تمام تسخنوها الصاق طبعا هذا الصاق كان قديد معايا وكان اللحوح ما يضبطش معايا وإنتم الله يرضى عليكم ويساعدكم قلتولي كيف يعني أسبره أو كيف أعدله عشان أني غليته بماء وملح ومرة طبخت فيه بيضة وكان ممتاز وهنا هذا زيت سمسم دهنت فيه الصحن اللي بعمل فيه اللحوح وكمان دهنت الصاق ومسحته لازم تمسحه ما تخلوش فيه دهن والآن تبدأوا تلحوه النار خلوها وسط الآن وبدأوا كده تلحوه كده تمام شوفوا تحطوه بهدوء بهدوء تدوروها والآن برفع النار شوية أول ما يبدأ يكمل بغطي عليه أول ما يبدأ ينشف بغطي عليه وخليه لما ينتحمر خلص أتحمر برفعه وبحطه بالصحن اللي دهنت عليه زيت السمسم وبدهنه كمان بدهنه بزيت السمسم والآن بعمل إيش؟ الحبة الثانية طبعا شوفوا أنتم بعضهم يدهنوا بسمنة مش زيت سمسم هذا شيء اختياري يا سمنة يا زيت سمسم ما شوفوا كيف متحمر ما شوفوا نفس كده طبعا هذا اللحوح الرفيع غير اللحوح السميك ويندهن بزيت سمسم والآن بعمل واحدة ثانية شوفوا بدهن زيت خفيفة وبرقع بمسح الزيت بمنديل وارقع أحط الخليط طبعا البعض قليب ما يعرفش يضبط هذا الشكل هذا الشكل مع الاستمرار ما بتعرفش تضبطي إلا لما يدك تتعود شوف تحطه شوية وتبدأ يتدور بهدوء وأول ما يختفي كده يبدأ يختفي أغطي عليه وهدئ النار أخلي النار يعني هادئة لما ينتحمر يوصل لللون اللي أنا أشتي يعني التحمير اللي أنا أشتي ممكن أنتم تشتوا أغمق من كده ممكن لا فاتح على حسب أنتم ما تحبوا التحمير والآن كمان واحدة ثانية مش لازم تحطوا زيت بمسح بعدين بمنديل عادي وأضيف شوفوا أدور يعني بهدوء بخفة انتبهوا تضغطوا عليه بخفة وهدوء وهي تنفرد لما تخلصي الفرد خلاص أرفعي يدك وابدأي وطي النار أول شيء يكون النار وسط الآن أول ما يبدأي يختفي أغطي عليه وخلي النار هادئة يعني يتحمر على هدوء لما يوصل على هذا اللون ونفس كده بمسح من غير ما أضيف الزيت بمسحش بزيت لا بس بالمنديل وكمان مرة ثانية بهدوء بهدوء شوفوا كيف لما تنفرد معايا قالت لكم هذه الطريقة مع الاستمرار بتعرفوها طبعا لما يتقطع منك عادي يضيفك كم قطرة لو كان في فرق ضيفك كم قطرة وعادي يعني استمر وهنا كمان عشان يعني أقربت لكم أكتر شوفوا كيف بهدوء أدوره نفس كده بخفة عرفتوا كيف لما تكتمل الدائرة خلاص غطيها وهدئ النار نفس كده هذي لآخر حباء حطيت لكم إياها لازم كده وهذا مع الاستمرار بتتقني بصراحة بقول لكم حاجة في البداية أنا كنت زي المكوك الفضائي راسي المكوك الفضائي شوفتوا كيف نفس كده إشي زي البيضاوي مرة تطلع لي ومرة ما تضبطش مع الاستمرار عرفت ما فيش أحد يعني على طول يضبطي يعني مرة ممكن حبا تضبطيها والتانية ما تضبطش بس مع الاستمرارية كل مرة ما تعملي اللحوح بتتقني طبعا أنا ما بقولكمش أنا مش شاطرة في اللحوح في الأشطر مني بس أعرف أعمل اللحوح تعلمت تعلمت علمت نفسي شوفوا التكرار التعلم كم من مرة كم من خلطة قربته ولا ضبطت معايا لما انخلص انضبطت معايا دي الخلطة طبعا بعد كل وحدة أدهنة زيت سمسم وأطبقها بالوقه أخلي الوقه على الوقه بس ما شاء الله بعدين شوفوا كيف طبعا أنا أغطيها أما بفوطة أما بغطاء شوفوا ما شاء الله كيف كل حبة شوفوا الآخر حبة برويكم إياها ما شاء الله زل دفتر تبارك الرحمن شوفوا كيف ما شاء الله هذا قلتكم اللحوح الرفيع ممكن تاكلوا مع عسل ممكن تاكلوا مع دبس تمر ممكن تاكلوا مع ممكن حتى قبنة لأنني مش حالي كثير حقي لكن هون احنا ناكله مع عسل وشيه عدني شيه الحليب الملبن جاء السلام سلم نفطر فيه نتعشي فيه ممكن عواف لما أحد يكون قيرانا نزورهم ممكن نعمل لهم كذا طبق لحوح ما شاء الله يقنن هذا كان شوفوا هذا عملتوا أنا قدمكت لكم فيديوهين هذا كان حق الصباح كان الفقر أكلنا عملت لحوح مع عسل بتشوفوا الفيديو الآن كان فقر أنا دمكت فيديوه فيديوه كان بالمغرب عملت وفيديوه كان في الصباح الفقر ما شاء الله هذا كبير هذا حق مو أكبر هذا وكان الفيديوه لما أني كنت ألح فيه أول لحوحات لحيته هي هادي كانت شوفوا ما شاء الله طبعا بأحكي لكم حاجة أول حبات تعملوا فيها اللحوح أني أول حبتين ما تكونش مضبوطة من إيش من ناحية اللون يا أما يكون لونة غامق كثير أو فاتح كثير أو مثلا بعدين تبدأت تنضبط يعني تمام التالتة الرابعة كل مالة تطلع اللحوحة أحلى وأحلى هي كده اللحوحات أول حبتين ممكن ما تنضبطش معاكم باللون بالقوام بعدين تنضبط لا تخافوش أبدا كرروا شوفوا التكرار هو اللي يخليكم يعني دايما استمرارية بعمل اللحوح هو اللي يخليكم تضبطوا طبعا هادي اشتريتي طلبت أني من مدقرة التكتوك حق العسل فقلت خلاص لما أكون أعمال اللحوح أحط فيها عسل حلوة بتحرفوا من إيش من ناحية حلوة أني ما تكبش العسل مرات نحنا من قيل سكوب العسل ينسكب علينا الصراحة مرات التعب العسل حرام فهذه الحلوة حلوة تنزل العسل بشكل خفيف حلوة للي كده معنا أطفال يعني وشفتوا أحيانا الأطفال كيف مش الأطفال يعني يكونوا ما شاء الله قدهم كبار يعني بس أحيانا ينكب عليهم العسل هذا حلو يخرق لهم كده بخيط ويتقفل كمان على طول جدا حلوة إذا شفتوها في أي مكان أنصحكم تشتروها بقد لأنه الصراحة كده تحافظ على العسل يعني تنزلك على مقدارك وكميتك فيها البركة زي ما نقول اليوم إن شاء الله اللي بيقرب طريقتي في اللحوح إن شاء الله تضبط معاه وتقولوا لي ياهدن ما شاء الله اللحوح تضبط معايا ولتستفيدوا ولو حاجة بسيطة طبعا اللحوح لازم تعرفوا إنه أهم حاجة خلطة قوام اللحوح الخلطة بعدين تقي الطاوة لازم تكون تيفال وتكون يعني غير قابلة للاتصاق ويكون ما طبختوش فيها كشنت وفيها كشان وكده لا تكون للخبز للكرب للقطايف استخدمتوها ما يكونش كشنة فيها وكمان النار النار أول شي تحمو الصاق تمام بعدين تحطوه تخلوه النار وسط بعد ما تحميه تحطوه اللحوح أول ما يكمل تفتح من فوق وينشف خلص تبطوه النار وتخلوه يتحمر على نار هادئة وخلص هذا هو اللحوح وإن شاء الله بنعمله بأكتر من طريقة هذا كان شوفوا فطار الصباح كده تأكلوا حبة لحوح مع عسل وشاه الملبن يا سلام أحلى فطار وعلى هذا القو البارل طبعا دايما نشاركني زوجي يساعدني في التصوير الله يرضى عليه ويعطيه الصحة والعافية ويبارك فيه يا رب ويسهله كل أموره تحياتي له طبعا في كل تصوير وهو يساعدني بقدر يعني وهنا بس والله حبيت أني أرويكم كده اللحوح وأقول لكم تقربوا وإن شاء الله بأعملكم أكتر من نوع لحو وكل مرة بأعمل اللحوح بنزل لكم الطريقة عشان تشوفوا أني كيف أنوع بأنواع المكونات حق اللحوح وكمان يعني في لحوح هذا الرفيع وفيه عندي السميك وفيه عندي الوسط كمان يعني أنواع بالعافية ليو لكم إذا عقبكم الفيديو لا تنسوا أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا قرس الإشعارات ولايكوا كومنت سحلوا منكم وأبدا ما تنسوش تشاركوا الفيديو مع أصحاب الحافة